ولكن الأمل ضعيف في أن طبقة سياسية تمرست على الفساد وتوغلت في الفساد وأوغلت فيه بدون رقيب وبدون محاسبة وأصبحت لا تستحي من الفساد ولا تخاف من أنها ستحاسب على أساس هذا الفساد بحيث تسمع أنت اليوم هذا النائب انتقل من هذه الكتلة إلى الكتلة الثانية ثم بعد فترة يعود إلى هذه الكتلة ثم يرجع ويعود مرة أخرى إلى كتلة أخرى كل هذا الموضوع واضح أنه موضوع صفقات مثل ما تحدثت حضرتك وشراء ذمم وتهديد بملفات وما لذلك واحد يهدد الثاني لأنه معظم الموجودين أقول معظم الموجودين متورطين بالملفات مختلفة ضمها الآن أصبحت تخص الفساد وذلك لا تتوقع من طبقة سياسية من هذا النوع أن تنتج مشروعا قادرا على أن يبني بلد بناء صحيح ويخطط لخمسين سنة قادمة مثل ما تخطط الدول اللي أمامنا خطة ثلاثين سنة خطة أربعين سنة نحن حتى الخمس سنوات صارت حسرة علينا ما حد يقول خطط لخمس سنوات قادمة لأنه التخطيط كله كيف أعيد نفسي مرة ثانية إلى البرلمان أو إلى الحكومة مرة أخرى لكي أستفيد مو لكي أفيد لكي أستفيد مو لكي أبني مو لكي أطور هذا البلد وإنما لكي أسيد ثروتي أكبر وأكبر يا دكتور صالح شنو هاي النقمة التي انتقب بها الله من هؤلاء الذين كنت تصفهم أنت ليش ما تستفيد وليش ما تستفيد بالحلال ليش تتعلمه أن يستفيد ألا بالحرام ليش يستفيد من أموال الفقراء ما بلد بيه خيرات وأنا قبل أيام قلت إحل العراق وكأنك الفلوش تزرعها زرع بيه خير من الله ليش الله منتقب منك ما تستفاد إلا بالحرام لأنه اللي يستفاد من الحرام واللي يؤمن بالحرام بس من الحرام لما نقول على الفازدين أو نحكي على الفازدين هاي النتائج أمام الناس بشرفكم بلد بالقرن الواحد وعشرين ميزانيته مئتين تريليون مدرش كثر ما بيه كهرباء ما بيه كهرباء لما تجي تنتقد هؤلاء اللي أوصلوا البلد لهذا المستوى واحد وعشرين سنة محاولات أن نسوي كهرباء ما نسوي كهرباء ما معقول البلد لما نحكي عليها بغضب ولما تتلف أصابنا ولما تروح أصواتنا ولما نحكي نقول كهرباء ما بيه كهرباء بلد تصعب عليك أن تتعاقد مع شركات في آخر لقاء جماني مع أمين بغداد وشلون تنظف الشوارع وشلون تشيل العنقاض وشلون تدور العنقاض ولكم الله يا بطلبات العراقيين طلبات بسيطة العالم غادرها قبل قرن يعني شون آني شلون آني أتريدني أكون هادئ العراقيين حضر من حمرابي لبو لغد يعني والله ما عندي توصيف آخر وقلت أنا قبل قليل ودائما أكرر أقول لما تنجحون نفتخر نفتخر زين عدنا تاريخ الآن نستطيع أن نحاجج الآخرين بهذا التاريخ ونقول هذا التاريخ دولة إحنا العراقيين هاي شي متنة هذا تاريخنا هذا فضلنا عليكم لكن إجابهن إجابهن بقصص وبروايات صنعتها هذه الطبقة العفو أبو العفو دكتور كنا قبل ما تنقطع الكاربان نتحاور نتحاور أنا وياك نقول ليش ما ترحون للمال الحلال ليش ما تشتغلون بما يرضى الله أنتم ليش ما ليش ما يؤمنون أن هناك إرادة الله فوق إرادتهم جميعا أولا من يقوم بهذا العمل العمل هو لا يخاف الله أساسا ثانيا سيد نجم عيني نعم لو تعرف حجب الفساد اللي موجود في العراق وحجب الأموال اللي قاعد تسرخ من العراق تعطي مبرر ليش دولا ما يرحون للرزق الحلال لأنه هناك مال يجيهم بطريقة غير طبيعية نعم ومال يسرخ بطريقة ما موجودة بأي بلد في العالم أكاد أزم نعم أنه لا صومال ولا كينيا ولا دولة متقدمة ولا دولة متأخرة بيها حجم فساد مثل حجم الفساد اللي يحصل الآن في داخل العراق